السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم سوف نهضر لكم على الجهاز الجاماريك وعلى إدارة الجاماريك والدرع بغير مباشرة التي تسمى Administration D1 & Empower Indirect وهي تابعة بطبيعة الوزارة الاقتصاد والمالية في الدرجة الأولى وهي تسمى Custom and Exist Administration كيف قلنا فهي تابعة المينيستر الفينانس فهي جهاز شبعسكري أمني وجبائي تحت الوصائد الوزارة الاقتصاد والمالية ومكلف بحماية البلد من أنواع خاصة من الجرائم وهي تهريب المخدرات، تهريب السلاع والبضائع عبر النقاط الحدودية ومراقبة قانون الصرف محاربة تهريب الأموال وغسيل الأموال كما ينشط جهاز الجاماريك المغربية بشكل فعال في إيعاش الاقتصاد الوطني عبر التسهيلات التي تخصصها المنتوجات الوطنية لأنه يستهم بأكثر من 41% من الميزانية الدولة مثل أنه في الموجب تحديدات التي تطلت عليه يعني التي طالت هذه الإدارة فأصبحت التعامل مع الفعالين الاقتصاديين والليزارجون إيكوناميك على أساس زبناء الإدارة لذلك هذه المؤسسة هذه أو هذه الجهاز هذه فهو في مجموعة من الوحدات التي تكلف فيها غالبا في النقاط الحدودية سواء في المطارات أو الموانئ في الحدود البرية في الحواجز سواء البرية أو البحرية مثل مثال مثال الممر البحري إلى الجنوب القارة مثل معبر القرقالات المشهور منه كانت دوزل موريطاني و منه كانت دوزل الغرب الإفريقية يعني كانت تغلغ له أكثر في الغرب الإفريقية أو الذي كان في النواحي الوجداء مع شك يسمى بحركة كانت دوزل ممر بري وكانت نقاط الحدودية التي تكلف الموانئ أو المطارات يعني المطارات الدولية وكذلك كلهم يكونوا فيهم الجماريك بالنسبة ل المجموعة من المباراة التي تكون دائجة في هذا الجهاز فهو تقريبا كيف كنت لكم فوشي بعسكري وفي مجموعة من الروتاب مثلا عندنا الجودان الجودان شيف الكابورال الكابتان في الكوموندو وفيها الكولونيل وكولونيل ماجور ويكون أعلى ما هي كولونيل ماجور تقريبا في دوان ماروكا أو جماريك المغربية أول شيء كيفما فأنا نريد أن نريد أعوان الجماريك فأنا نبدأ بها فأنا نبدأ بدرجة مساعدة إدارية من الدرجة الثالثة فأنا ندخلها بالباكالورية ولكن اللي كانوا حصنا عليها لم يدفعوا من الباك أو شيء فأنا نخرج كونكوغ عادي للتوظيف وقد ندوز كونكوغ تقريبا جميعا لقدام أو الجداد أو شيء لذلك تكون مباراة للتوظيف ومعادية للدولة تقريبا في درجة المساعد الإداري من الدرجة الثالثة أو الأعوان الجماريك ومن بعدها تقريبا تقريبا على حساب الديبلوم وعلى حساب مباراة تقريبا حتى تصل إلى العقيد وكان مباراة أخرى خاصة بالنسبة للديبلوم تقريبا وكان ديبلوم أيضا المتصرفين المتصرفين الثالثة السلم 11 يمكن أن يترشحوا المباراة أو المباراة سوف ندوز فقط على الناس الذين لديهم الباك أعطيكم فكرة على الناس الذين لديهم تكنيسة سبيسياليزة وكما لا نحاول أن نتحدث عنهم لقد اجربت هذه المباراة هذه السنة التي تحدثت الحمد لله لا تكمل الحمد لله ونجحنا ولكن الحمد لله لا تكتب الحمد لله سوف ندوز فقط على الجمارك أو الديوان بالنسبة لدرجة المساعدة إذا لم تدرجة الثالثة السلم 6 أول شروط أن تكون لديك جنسية مغربية السن من 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة مع إمكانيات تمديد حتى السن لفترة لتعادل مدد الخدمات السابقة الصحيحة المحتسبة من أجل التقعود دون أن يتجاوز 45 سنة يعني الناس الذين يتوظفوا أو الناس الذين يتوظفوا أو الناس الذين يتوظفوا لديهم المباراة أو لديهم إمكانية حتى ال 45 سنة هذا الشر لا يتوظفوا ثاني يجب أن تكون لديك شهادة البكالورية و كل سنة يكون شعبة مثلا في 2018 كانت شعبة العلوم فيزيائية في 2019 كانت شعبة العلوم الحياة في الأرض شعبة العلوم فيزيائي و شعبة العلوم الرياضي في 2018 في 2017 كانت شعبة العلوم الاقتصادية و التدبير المحاسباتي كانت شعبة العلوم ولكن كل عام طريقة التوظيف تقريبا 205 سنة أو 216 سنة كل عام يعني في الحدود ما بين 200 سنة إلى 300 سنة وهي مباراة للتوظيف عادية للغاية من الدولة عادية تبدأ بسلم 6 سنة وتوفر على القدرة البدنية والنفسية في الأول لا يرى هذا ولكن في الأول سوف يرى هذا و يجب أن تدخلوا هذا و يجب أن تكون قدرة بدنية و قدرة نفسية و تستجيب خصوصية العمل الشبه العسكري لمصالح الفيالق و تقوم أيضا الإدارة بعد إجراءة المباراة و قبل إعلان نتائج نهائية بجمع الإجراءات التي تتأكد من توفر مترشيحية على هذه المؤهلات و قبل في الأول و تقريبا و تقريبا و تقريبا لا يوجد انتقاء أول و كيف سوف تقوم بكم مباراة للتوظيف و تدخل الـ و تدخل الـ إلى حدود 2019 و يمكن أن يكون شيء جديد في 2020 و لكن إلى حدود 2019 فهذا الذي يدفع على حسب الشعب يجب أن تكون حاصل على شهدات الباكرورية ما يجب إلى سعر حتى يريد أن تعجد إنك تدخلها و يجب أن تستحق و يجب أن تكون حاصلة لـ يجب أن يكون شهر 4 و 5 يجب أن تستجع و يجب أن يكون هناك السعر و لا يوجد المستخدم و توجد المستخدم يجب أن يكون هناك مشكلة يجب أن يستخدم اختبارات الكتابية و أنهو يكون 60 لديهم عام و اختنى стала اجباري و و جماري اختار احد الموضوعين او بالفرنسية او بالعربية التي تريد ان تختار فالغالبية الصحيحة فهي تختار بالعربية الكويفيسيون هو واحد و الكتابي الكويفيسيون يوجد 60 اجتماعي يوجد الكثير من الملتوب سوف تقمره لا يوجد السيستام الكنديا ولكن سأعطيك التخصص مثلا انت ترشحت كمترشحين عن علوم الفيزيائي او علوم رياضي و سوف يضعك التخصص الفيزيك والماء و سوف يضعك و سوف يضعك ايضا او الشيمي او الماء و كيف يكون كتير جنرال مختلف كتير جنرال مثلا ما تدرك المسار الخضراء او استقل المغرب او ما تشترك الجهاز الجمهر اذا كانت المبارسة سوف يكون 6 اجتماع الى جانب تخصص و هذا الكثير هو المهم المهم و كيف يكون المهم و كيف يكون 12 كامل كيف يكون كيف يكون كيف يكون ما تشترك و تقريبا 60% من النقطة الهائية كيف يكون كيف يكون بقصة 20% و لا يقوم بكثير 60% سوف يكون كيف يكون و لم اعطيت اهمية الكبرى قلت إن دوز نجيب 12 دوز ولكن في النقطة النهائية ما يريدون أن يحصلوا على هذا الشيء في الغال كل ما قالوا لي نترى أنه لا يعمل جيد في الغال لذلك عندما تأتي الغال طبعا الحل كدوزه في الرباط في الوقت كدوزه في المديرية التي تابعي لها مثلا أنا دفعنا الكازا ومشينا دوزنا في الكليات كليات عين الشق في طرق جديدة دوزنا لذلك تقريبا عندما ترى العدد الكبير من الطلبة والذي موضفين والذي موضفين والذي يقلب على خدمة والذي لا يمكن أن يأتي ودوزه ويقول لك أنه لا يعمل جيد ولكن لا يقبلوا كل شيء يبقوا على الحساب النقطة التي تأخذها المينموم ولكن الذين يأخذ 12 سيأخذ والذي يأخذ 12 سيأخذ ولكن الذين يأخذوا ويصفوا ترى على الحساب والذي موضفين والذي موضفين والذي يأخذ ومن بعد يأخذهم في المركز التدريب يأخذ ويأخذ 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 العامل ويأخذ 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 العام نفس المراحل المباراة تقريبا نفس الحواج يعني نفس الحاجة نفس الحاجة والفسيكو تكنيك و الدرجة المتصرفة من الدرجة الثانية سلم 11 شهدات الماستر أو الماستر المتخصص أو ديبلوم الدراسات العليا متخصصة أو ديبلوم الدراسات المعمقة أو الدكتورة أو أي شهدة مطابقة له مسلم من طرف أحد الجامعات الوطنية هذا ما كانت تقريبا بالنسبة للمباراة سوف تقلبون المسيوغان سوف تجدون مباراة التوظيف و تركزون الناس الذين ستجدون المباراة سوف تكون مباراة التوظيف ليس مباراة التكوين و تكون كوين أه ولكن سوف تتوظف مباراة التوظيف تقدر التكوين تستطيع أن يصل إلى 3 أو 4 شهر حتى الآن من بعد سوف تتوظف على حال كعون الجامع السلقة من صلاة السلقة ما قدره ١٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ولكن الخصوص النم 90 الأماكن كانت الملأة المبيئات وهو المريمات ذلك سوف تقرب في الناس في الأخير نتمنى ان شاء الله نكون توفق تعطيكم مجموعة من المعلومات على هذه المباراة لا تنسوا انكم تتاونوا مع اخلاصين ديالي و تشتركوا مع اصحابكم بالنسبة للميلا في الترشيح رغالي سوف نشاركوا معكم في التسكريبسيون ديما قلبوا في التسكريبسيون سوف تجدوا شيئا كاتبها كنت نحط لدي شيئا كنت نسيت انا ما قلتها حيث لا يسعوني انا مقندوا على كل شيء في الفيديو في الأخير نتمنى ان شاء الله التوفيق و في اماني